لدينا ثلاثين طالب ثمانطعشر طالب منهم يحبون السمك واثنعشر طالب منهم يحبون الدجاج وخمسة طلاب يحبون النوعين معين فكم عدل الطلاب الذين يحبون الدجاج فقط اول شيء الاحظ ان انا عندي نوعين عندي سمك وعندي دجاج اذا رح سوي جدول النوع الاول سمك والنوع الثاني دجاج ولاحظ ان في طلاب يحبون النوعين اذا عندي شنو مشترك من النوعين سمك ودجاج عدل اللي يحبون السمك ثمانطعشر طالب اذا هني ثمانطعشر واثنعشر طالب منهم يحبون الدجاج اذا دجاج اثنعشر وخمسة طلاب يحبون النوعين يعني السمك والدجاج اذا هني خمسة بعدين راح اطرح المشترك المشترك خمسة اذا ثمانطعشر ناقص خمسة صير ثلاثة عشر اثنعشر اشيل المشترك خمسة اثنعشر ناقص خمسة سبعة اذا راح الحين اسوي شكل فن اسوي مستطيل واستطيل يمثل الصف كامل عندي نوعين نوع سمك ونوع دجاج اذا راح اسوي دائرة مثل السمك دائرة ثانية مثل النوع الثاني دجاج اول شي في الشكل املي املي المشترك عندي خمس طلاب يحبون السمك والدجاج اذا راح اخلي في التقاطع هني خمسة بعدين اللي بقى من السمك ثلاثة عشر اذا راح اكتب في السمك هني ثلاثة عشر اللي تبقى من الدجاج سبعة اذا راح اخلي في الدجاج سبعة لو بجمعهم ثلاثة عشر زائر خمسة زائر سبعة الاحظ ان المجموع ثلاثة عشر زائر خمسة زائر سبعة يساوي خمسة وعشرين انا عندي ثلاثين طالب اذا لازم في الشكل الcus لو بجمل الاعداد ثلاثين اذا راح اطرح ثلاثين ناقص خمسة وعشرين انهم عندي المجموع خمسة وعشرين اذا ثلاثة ناقص خمسة وعشرين خمسة إذن عندي خمس طلاب لا يحبون لا السمك ولا الدجاج ألاحظ أن الخمسة تمثل عدد الطلاب الذين يحبون نوعين السمك والدجاج إذن عدد الطلاب الذين يحبون الدجاج فقط كم؟ سبعة إذن عدد طلاب الذين يحبون الدجاج فقط كم سبع طلاب